عداد الضحايا المدنيين لا يكاد يتوقف إنها أسوأ ما أنتجته الحرب المفروضة على اليمنيين برسم الاستيلاء على السلطة ومصادرتها مهما كان الثمن من صالة العزاء في صنعاء إلى مجزرة بيرباشة يتسع مدى المأساة التي خلفتها جرائم الحرب التي لا تميز المدنيين عن غيرهم من الأهداف المنتقى والله وحده فقط هو الذي حفظ أرواح الآلاف من ثلاثة صواريخ وطلقت من صنعاء على الجنازة المهيبة التي ودعت جثمان شهيد الوطن لواء عبدالرب الشداد في مارب بالتزامن مع خطاب لصالح تضمن كل مفردات التحريض على العنف واستمرار الفوضى لا تميز الحرب أهدافها على ما يبدو لكن الواضح أن ثمة من لا يزال يتخندق ويقف على هذه التلال من المآسي ليدعو إلى التجيش لحرب جديدة على الحدود دون أن ينسى دعوات المجتمع الدولي لاستصدار قرار جديد لوقت حرب التحالف العربي على ميليشياته فيما تقبع ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن بشأن اليمن دون تنفيذ بسبب إصرار حلف الانقلاب الذي يتزعمه على مواصلة الحرب حتى آخر ما تبقى لليمنين من بشر وإمكانيات من يكترث للقانون الدولي الإنساني المهدر كما أهدرت كرامة الأبرياء من البشر في حزام الحرب والعنف الممتد من اليمن إلى سوريا فالمدنيون في هذا الحزام لم يعودوا ضحايا على همش الأهداف العسكرية بل أهداف مباشرة في حرب لا تتوخى هزيمة العدو بل كسر إرادة الإنسان ووأد حقه في الحياة في ظل السلام والكرامة